تحذيراً لمباريات بطولة أمم إفريقيا للعبين المحليين شان 2023 المقررة بالجزائر يخضع ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينا إلى إعادة تهيئة بغلاف مالي قدره 400 مليون دينار جزائري خلالت على المقررية عن المحليات المحليين وسألك تحذيران العنزة بالقربية مع الأمن من الأخدار كما اخرى تحذيراً للأخدار من أجل المحليين جلسة عمل بين الوزارة الوصية ووزارة المالية تم عقدها من أجل حصول على مبلغ إضافي لإنجاز الحصص المتبقية لتطوير منشآت إضافية بالملعب تغطية كل المدرجات بالكاراسي فيه كذلك الأضواء الكاشفة بتقنية لاد فيه كذلك جهاز مكبر الصوت تهيئة للمنصة الشرفية وغرف تغيير الملابس إلى غير ذلك وكذلك فيه إنجاز موقف الكبير للسيارة يرتقب الانتهاء من الأشغال في غضون السداسي الثاني من سنة 2022 ليكون الملعب مهيئا كما ينبغي لاحتضان المنافسة الإفريقية في أحسن الظروف